إسرائيل تحيي في هذه الأيام الذكرى السبعين لإعلان قيامها في أجواء تخيم عليها التهديدات من الجنوب والشمال التهديدات الإيرانية بالرد على الاعتداء الإسرائيلي على مطار تيفور العسكري قبل نحو أسبوع ومواقف حزب الله الداعمة لها لم تترك مجالا للشك لدى أحد في إسرائيل بحتمية الرد الإيراني على هذا الاعتداء فرضية العمل في إسرائيل أن الرد الإيراني على مهاجمة مطار تيفور سيأتي وهذا واضح أيضا من كلام حزب الله الإيرانيون يفكرون حقا ويأخذون وقتهم وقد يستغرق الرد عدة أيام حتى يقرروا بالضبط ما يخططون له القلق الإسرائيلي من طبيعة الرد الإيراني وحجمه دفع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات تعتقد أنها تحمل رسائل تحذيرية وتهديدية وأنها حرب نفسية من شأنها أن تمنع الرد الإيراني المعلومات الاستخبارية الكثيرة التي نشرها الجيش عن النشاط الإيراني في سوريا تأتي كجزء من حرب نفسية تمت المصادقة عليها في المستويات العليا في المؤسسة الأمنية الناطق باسم الجيش الإسرائيلي وزع صورا جوية وخرائط الدعا أنها لمطارات وقواعد إيرانية في سوريا إضافة إلى أسماء قادة مسؤولين عن العمليات ضد إسرائيل هذه أيام متوترة هنا في إسرائيل وفي خطوة استثنائية كشفت إسرائيل عن انتشار التشكيل الجوي الإيراني في سوريا والطائرات التي تستخدمها وهذا الأمر جاء بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام لقصف مطار تيفور في سوريا وفي انتقادهم لتصرف المؤسسة الأمنية رأى مراقبون أن دخول الجيش الإسرائيلي في حالة ضغط نتيجة التهديدات الإيرانية بالرد على الاعتداء على مطار تيفور العسكري دفعهم للقيام بخطوة متهورة أخرى عبر المتجرة بمعلومات حساسة وأن وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لم تتردد في استخدام معلومات ملك الدولة كأنها ملكها الخاص وشككوا في جدوى الرسالة التي أرادوا تمريرها لإيران من هذه الخطوة لأن الكشف عن مواد استخبارية سرية ضراره يفوق برأيهم المنفعة من كشفها